أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصفحة الحادي عشر هذا هو الأسبوع الأول من الفصل الثاني عودة حميدة إن شاء الله ودعونا نبدأ بتغطية المادة الدرس الأول من سورة الحج يتوقع منك عزيز الطالب أن تطلو الآيات الكريمة من 5 إلى 7 من سورة الحج تلاوة سليمة أن تبين معاني المفردات والتراكيب في الآيات الكريمة أن تفسر الآيات الكريمة تفسيراً سليماً أن تمتثل للتوجيهات الواردة في الآية الكريمة ثم بعد ذلك أن تحفظ الآيات الكريمة غيباً محاور الدرس الآية 5 من أدلة البعث الآيتان 6 و7 تحقق البعث والحسن وردت الآيات الكريمة هنا لترد على منكري البعث من خلال بيان قدرة الله تعالى على إحياء المخلوقات كما كانت قدرته على خلقهم مرة أولى ومن خلال دعوة الناس للتفكر في مراحل خلقهم ومراحل حياتهم ومن خلال النظر في دورة حياة النبات وفيما يلي بيان ذلك بيانت الآية الكريمة أن أصل خلق الإنسان من تراب فقدرة الله على خلق الإنسان من تراب أول مرة دليل على قدرته جل جلاله على إعادة إحيائه وبعثه بعد الموت تحقيق أو تحقق البعث والحسن بعد ذلك ذكرت الآية الكريمة أمثلة على قدرة الله عز وجل على الخلق والإحياء ختمت بتأكيد هذه الحقيقة ثم أكدت الآيات أن يوم القيامة له وليس له وقت محدد هو فقط معلوم عند الله تعالى وأن هذا الوقت لا يعلمه أحد إلا الله تعالى وبالطبع وفي ذلك اليوم يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم للحساب بعد ذلك عزيز الطالب سننتقل إلى عظمة الله في حديث نبوي شريف ويتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة أن تعرف براوي الحديث الشريف أن تبين معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث الشريف أن تحلل مضمون الحديث الشريف أن تمثل القيم الإيجابية والواردة في الحديث النبوي الشريف ثم بعد ذلك أن تحفظ الحديث النبوي الشريف المقرر هنا محاور درس عظمة الله تحريم الظلم حاجة الخلق لله تعالى وافتقارهم إليه استغناء الله عن خلقه عبد الله تعالى تحريم الظلم هنا جاء التحديم من الظلم في الحديث الشريف لسوء عقبته على الفرد والمجتمع فالظلم يفقد محبة الله تعالى ومحبة الناس كما أن الظلم يؤدي إلى انتشار الأحقاد وهو السبب في تدمير المجتمعات وتعجيل العقوبة له وبالطبع الظلم نوعا ظلم الإنسان لنفسه وأعظم تلك الصور هو الشرك بالله ومن صور ظلم الإنسان لنفسه أيضا ارتكاب المعاصي لأنها تؤدي به إلى المهالة ظلم الإنسان غيره هنا يكون بالقول والشتم والسب والغيبة والنميمة ويكون بالفعل كالاعتداء على غيره وماله أو عرضه وكل المعاصي التي حرمه الله وأيضا باحتلال أرضه والاستلاء على خيراته كالظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني بعد ذلك سننتقل إلى حاجة الخلق إلى الله تعالى وافتقارهم إليه الإنسان دائما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في شؤون حياته ولذلك أمر الله تعالى عباده أن يلجأ إليه في جميع حاجاتهم ووعدهم بالإجابة لما طلبه فهو مالك مفاتيح الرزق وهو صاحب المخفرة وبالطبع وتبرز مظاهر الحاجة إلى الله في قضايا متعددة بيّنها الحديث الشريف طلب الهداية فنحن نطلب الهداية من الله في كل ركعة من صلاتنا طلب الرزق كطلب الطعام والشراب واللباس والمال والبنين والطمأنينة وراحات البال استغناء الله عن خلقه هنا يؤكد الحديث النبو الشريف أن الله تعالى غني عن الخلق كلهم لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضروا معصية العاصين بل لو آمن من في الأرض جميعا وبلغوا أعلى مراتب الإيمان والتقوى لم يزد ذلك في ملك الله شيئا هذا إضاءة سريعة لما سنتناوله في الأسبوع الأول من الفصل الثالث أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة